حاجة تانية كمان مهمة جدا يمكن بعد نهاية الموسم الافريقي الاسابق الاتحاد الافريقي كان فيه اكتر من اجتماع للجلة الانضباط خلال الفترة الاخيرة كلنا عارفين ان مباراة الاهل والوداد يمكن شاهدت احداث ما اثرتش على يعني صير المباراة طول التسعين دي لكن الكاف اتخذ عدة قرارات خلال الايام القليلة الماضية يمكن بعض الامور تم اعلانها في الاسابق لكن خبر الجديد واللي بنقوله من خلال شاشة قناة الاهل ما حدش كتبه او يعني عرفه وتم ده اعلان خلال الساعات الاخيرة ان الاتحاد الافريقي وقع غرامة مالية على الاهل 10.000 دولار وعلى الوداد المغربي 10.000 دولار وكلنا كمان نتذكر ان كان فيه كارتة احمر من فيكتر جوميز لرمي ربيعة مدافع النادي الاهل وكان ساعتها رمي موجود على تيكة البودلاء ما كانش بيشارك بشكل اساسي بعد كتابة التقرير وارسال التقرير من فيكتر جوميز الاتحاد الافريقي اتخذ قرار تبقى للعقوبة الادارية ما فيش عقوبة انضباطية لان ده طرد احمر يعني كارتة احمر مباشر وكان طرد مباشر لرمي ربيعة فكان القرار من الاتحاد الافريقي ايقاف رمي ربيعة لمدة مباراتين وبالتالي رمي ربيعة مش هيكون موجود في مباراتين الزهاب والاياب امام اتحاد المنستيري التونسي دي ابرز الاخبار والمعلومات الخاصة بهذه المباراة على فكرة في عقوبات اخرى كمان على بعض الفرق في عقوبات مشدادة على نهضة بركان المغربي حوالي 25.000 دولار في عقوبات على مازين بيقاف اكتر من حوالي 4 لعبين غرامة مالية 25.000 دولار في مجموعة من القرارات التأديبية والانضباطية اللي صدرت من الاتحاد الافريقي خلال الايام القليلة الماضية لكن بالنسبة لنا اللي همنا ان رمي ربيعة تم ايقافه مباراتين فمش هيكون موجود في زهاب واياب الدور التمهيدي الثاني في دور ابطال افريقية